المؤسساتي والعلمي في الجيوفيزياء وعلم الزلازل بالمغرب مكاسب وأفاق موضوع ندوة نظمت بمشاركة باحثين وخبراء وناقشت قضايا متعلقة برصد الزلازل بمختلف مناطق المغرب وتقليل المخاطر والوقاية المسبقة عبد الرحيم الشيخي الندوة تمثل استمرارا للإجراءات المؤسساتية وإسهاما إيجابيا في تحسين المعرفة وتعزيز الوقاية من الزلازل باحثون وخبراء يلتأمون من أجل فهم أفضل للظاهرة مع العمل على جمع الكفاءة العلمية في إطار بحثي مبتكر يمكن من مواصلة البحث الدقيق وحشد المجتمع العلمي هو اللقاء أولي ومن بعد سيكون التواصل بين جميع المختبرات الوطنية وجميع الجامعات المغربية باش يكون هاد المحهد الوطني اللي غادي نعطيه الوسائل لا بالنسبة لدكاتير الباحثين ولا بالنسبة للمختبرات باش نجاوبوا مع هاد اللي غيسك ناتورال اللي تيكونوا جايين من بعده أولا نخص نقيم هاد المرحلة هادي مكاسب تمثلت في إحداث شبكة رصد مكونة من 42 محطة وسبع مسارك للتكوين في المجال مما يجعل الندوة أرضية علمية بامتياز هدف الندوة هو جمع الخبراء والباحثين في مجال الزلازل إذ هو مجال غني يلتقي فيه الجيوفيزيائيون ومختصوى الزلازل والجيولوجيا وهو تخصص مميز وهدفنا هو تثمين الكفاءات وتثمين المعطيات من أجل الخروج بتوصيات مفيدة سياسة تدبير المخاطر والقدرات البحثية والتطورات العلمية والتقنية فضلا عن المقاربات الشمولية أهم محاور هذه الندوة العلمية المختصة